اعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ختام اجتماع فيينا بجار سوريا منتصف الأسبوع الجاري أن الدول المشاركة اتفقت على أن يقوم الأردن بتنسيق جهود وضع قائمة بالجماعات الإرهابية في سوريا محللون وسياسيون اعتبروا اختيار الأردن لهذا الملف هو اعتراف بأهمية دور المملكة وقدرة مؤسساتها العسكرية والأمنية على الاطلاع بهذا الملف والقيام بدعم وإسناد للحرب ضد الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق المزيد في التقرير التالي طلب القوى الكبرى من الأردن أن يكون الجهة التي تتولى وضع قائمة بالجماعات الإرهابية في سوريا وهو ما أعلن عنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع فيينا مؤخرا والذي قبلته الحكومة الأردنية لم يكن بلا دلالة فالسياسة الأردنية اتسمت بالتوازن والاعتدال وتحديدا في الشأن السوري إذ أن موقف الأردن واضح من الصراع هناك ويعتبر القضية السورية شأنا داخليا ولم يتحرك إلا بما أملته عليه الأوضاع الإنسانية باحتضانه لأكثر من مليون لاجئ سوري خلال الأزمة والحرب الدائرة في بلادهم في عملية الاستقطاب الدائرة في المنطقة لم يحسب الأردن على أي طرف أو أي حلف فالأردن يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الفاعلة في الملف السوري كما أن للأردن علاقات جيدة من قطبي المغادلة السورية المملكة العربية السعودية والتي تعتقد أن لا حلا في سوريا بوجود الرئيس بشار الأسد وروسيا التي تصر على وجود الأسد على الأقل في الفترة الانتقالية يعتقد محللون أن اختيار روسيا للأردن كي يطلع بهذا الدور جاء لعدة أسباب أبرزها أن الأردن أقرب الدول جغرافيا إلى سوريا وكذلك سياسة الأردن الواضحة في رفض الأفكار والتنظيمات الإرهابية وقدرة المؤسسات العسكرية والأمنية وما تتمتع به من كفاءة واحتراف إذن فإن أمام الأردن ملف شائك ومعقد لجهة معرفة وفرز وتصنيف الجماعات المنتشرة في سوريا بين خانتي الإرهاب أو الاعتدال وهل تقبل الدول صاحبة المصلحة بتلك النتائج هذا ما سيكشفه القادم من الأيام